السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث من الوحدة الثالثة Words in Action للصفة الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول Words in Action Words كلمات إن في أكشن الأفعال أي كلمات في أفعال لدينا هنا ستة صور في كل صورة تعبر عن غرض معين أو تعبر عن فعل معين قبل ما نبدأ في قراءة الجمل لدينا هنا أم أم بمعنى أنا He's بمعنى هو هذا أم اختصار لكلمات I am ليش اختصار لأنه حطوا إليكم فاصلة وحدفوا لتر A طيب فصار اختصار أم وليس I am وهنا نفس الشي He's هي اختصار لكلمة He is مدام وضعوا لنا الفاصلة فحدفوا اللتر I فتصبح الكلمة He's بمعنى أنا أكتب واضباتي أو He's doing homework هو يكتب واضباته number two He's watching TV بمعنى هو يشاهد التلفاز أو أقدر أقول I'm watching TV بمعنى أنا أشاهد التلفاز number three I'm eating snack بمعنى أنا أتناول وجبة خفيفة أو أقدر أقول He's eating snack بمعنى هو يتناول وجبة خفيفة وهكذا number four I'm doing karate or He's doing karate يعني أنا أمارس الكاراتي أو هو يمارس الكاراتي number five I'm playing football أنا ألعب كرة القدم ونستطيع أن نقول أيضا He's playing football بمعنى هو يلعب كرة القدم number six I'm playing computer games بمعنى أنا ألعب ألعاب الكمبيوتر وأستطيع أيضا أن أقول He's playing computer game هو يلعب ألعاب الكمبيوتر sounds and letters sounds الأصوات and letters والأحرف ننتقل للأكتيفتي number two listen استمع buoyant أشر and say وقل then read the circle يقصد في هذا النشار إن يوجد ثلاثة كلمات متشابهة تقريبا ولكن الكلمة الصحيحة والنطق الصحيح لها نضع لها دائرة هناك كلمتان خطأ وكلمة واحدة صح في كل صورة for example على سبيل المثال ring ring بمعنى خاتم فيصير دائرة في الوسط وكذا wing wing اللفت الصحيح أو الكلمة الصحيحة في آخر الكلمة wing بمعنى جناح speaking speaking بمعنى تحدث نشوف الولد مع الولد الثاني يتحدثون بالهاتف مع بعضهم البعض next page grammar toolbox grammar toolbox that mean مربع أدوات القواعد I'm playing football بمعنى أنا ألعب كرة القدم طبعا من المعروف عندنا اللي يلعب كرة القدم يلعبها هي رياضة مع الكرة أي support with a ball أما هنا I'm doing karate الكاراتي ما تنعمل مع الكرة فنقول support without a ball بمعنى الرياضة بدون كرة في حين نريد أن نلعب كرتين support هالي الرياضة without a ball بدون كرة أما إذا أما إذا إحنا نلعب football or basketball whatever نلعب with ball مع الكرة support with ball fun time fun time fun time بمعنى وقت المرح number three or activity number three card snap game بمعنى لعبة التقاط البطاقات في هذه الصورة لدينا ستة بطاقات ومجموعة من الطلاب ولدينا teacher الأستاذ هنا مثلا يقول كلمة مثلا كلمة أنه يعكل مثلا وجبة خفيفة أو وجبة سريعة فبسرعة يعني أحد من الطلاب تكون سريع ومركز على الكلمة أو على الصورة الموجود فيها الوجبة السريعة مثلا ما هي الوجبة السريعة برقر بطاطس مثلا فاست فود الوجبات للمرة يعني بسرعة بسرعة تستوي دعونا نقرأ السؤال when your teacher says the sentence hit the card بمعنى عندما يقول معلمك جملة اضرب البطاقة teacher says الاستاذ يقول I'm eating snacks بمعنى أنا أتناول الوجبات السريعة واحد من الطلاب المركزين عدل رح يضرب البطاقة اللي فيها صورة السناك فاللي يحصل عليها أول واحد يقول I was first وإذا كان شخص ثاني شافها في نفس الوقت بس الأول قال I was first الثاني يغالط الأول يقول no I was يعني يقول لا أنا كنت الأول في هذا الدرس الجميل أنت تستطيع أن تلعب لعبة التقاط البطاقات مع الأصدقاء I can play the card snap game with print also أنت تستطيع أن تذكر شيئا عندما يسألني أحدهما ماذا تفعل that's mean I can say two things when ask what are you doing هنا عندي سؤال في حال أني أحل معاكم الهومورك أي الواجف هل أنت تستفيدوا من الحل أو لا أعطوني إجاباتكم في الكومنتات لو سمحتوا ترجمة نانسي قنقر